بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نوافقكم كما اعتدنا على ذلك بالحاصيلة اليومية لنتائج ترصد الوبائي لداء كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية أي ما بين الساعة الرابعة لبعد زوال الأمس إلى حدود الساعة الرابعة ليوميه 35 مايو 2020 هذه الحالة الوبائية التي أعطتنا بأن المختبرات الوطنية المساهمة في التأكيد المخبري للحالات المحتملة إصابتها أكدت لنا 166 حالة إضافية مؤكدة مخبريا لتنضاف إلى الحالات المؤكدة منذ بداية الوباء في جوز مارس 2020 ويصبح إجمالي الحالات المؤكدة ببلادنا هو 5,219 الحالة فيما استبعدت التحاليل المخبريا 4,000 وجوج للحالات حيث لم تتبين لم تبين نتائج وجود فيروس كورونا المستجد في العينات التي أخذت من هذه الحالات وليرتفع بذلك مجموع الحالات المستبعدة منذ بداية الوباء 4,351 بالنسبة لهذه 166 حالة مؤكدة لهذه 24 ساعة فلازلنا نؤكد أننا نكتشف جل الحالات ضمن عملية التتبع الصحي للمخالطين فمن بين هذه 166 136 حالة اكتشفت في هذه العملية التتبع المخالطين أي بنسبة مئوية 82% علما بأنه لازلت لدينا 9,310 المخالطين تحت التتبع الصحي بالنسبة للتوزيع الجغرافي ديال أولا الحالة الجديدة فمجملها اكتشف في جهتين الرباط سالة القنيطيرة وجهة الضربدة سطات وبدرجة أقل بكل من جهتين مراكش أسافي وطنجة تطوان الحسيمة وتبقى نسبة مئوية لتوزيع الجغرافي للحالات هي هي أي أن جهة الضربدة سطات في المرتبة الأولى تليها جهة مراكش أسافي ثم جهة طنجة تطوان الحسيمة وتأتي بعد ذلك جهة فاس مكناس ثم ضرعة فلالت ثم الرباط سالة والقنيطيرة بالنسبة لعدد الوفيات فقد سجلنا خلال هذا 24 ساعة مع الأسف حالتي وفاة إضافية ويصبح العدد الإجمالي لحالة الوفاة جراء هذا المرض 181 منذ بداية الوباء وتبقى النسبة المئوية للإيمات محدودة في 3.5% للإشارة فإننا لازم نلاحظ تقلص النسبة المئوية للحالات التي تم تكرفل بها وهي في وضعية صحية متقدمة أو حرجة بحيث أن هذه الفئة لا تمثل بالنسبة لمجموع الحالات المؤكدة منذ بداية الوباء سوى 3% في حين أن 84% من الحالات هي حالات لديها أعراض بسيطة جدا أو دون أن تكون لديها أعراض بالنسبة لحالات الشفاء فقد سجلنا بحمد الله خلال 24 ساعة تماثل 185 حالة أخرى للشفاء تم وفقا للمعايير المخبارية والإبديميولوجية التي وضعناها وليصبح بذلك إجمالي المتعافين منذ بداية الوباء 1838 ونلاحظ بحمد الله الارتفاع المستمر للنسبة المئوية للشفاء التي بلغت إلى حدود اليوم 35.9% إذن هذا مجمل ما متلى الحالة الوبائية لكوفيد 19 ببلادنا خلال هذا 24 ساعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة